السلام عليكم أحبابي طلاب الصف الثالث اليوم إن شاء الله رح نكمل أسئلة المراجعة التابعة لدرس لوحدة جمع البيانات وتمثيلها وصلنا عند صفحة رقم 153 السؤال الثالث نبدأ بالقراءة يمثل الجدول الآتي عدد الأشجار التي غرسها مزارع خلال ثلاثة أيام إذا في عندنا مزارع غرس مجموعة من الأشجار خلال ثلاثة أيام السبت الأحد الأثنين كم شجرة غرسة يوم السبت؟ 20 شجرة يوم الأحد 30 شجرة الأثنين 60 شجرة بحكي لنا أكمل اللوحة الآتية لأمثل البيانات بالصور ثم أجيب عن الأسئلة التي تليها أول شغلية ثالث إنت وش بدك تعمل؟ عامل لك جدول أو لوحة بدك تمثله بالصور طيب يا ميس كيف بدي أعرف كل شجرة كم تعني يعني كم عدد الأشجار اللي فيها كل صورة كم تعني كم شجرة بتيجي يا أمي أول خطوة حكيت لك بتيجي على مفتاح اللوحة بحكي إنها كل صورة شجرة ترسمها معناها 10 شجرات الآن إذا كان عندي 20 شجرة يوم السبت كم شجرة أرسم؟ برسم شجرتين أحسنتم ليش يا ميس شجرتين؟ لأن هاي الشجرة معناها 10 وهاي الشجرة معناها 10 يوم السبت هو زرع 20 يعني كل شجرة معناها 10 10 و 10 20 طيب يوم الأحد زرع 30 كم شجرة نرسم يا ثالث؟ إذا كل شجرة معناها 10 أحسنتم برسم ثلث شجرات دروسنا هاي سهل كثير يا ثالث طبعا أنت رسمك أحلى من رسم المس لأن هالمس قاعدة بتصور وبترسم طيب يا ميس يوم الأثنين كم شجرة بدي أرسم؟ حاكين ليز يوم الأثنين زرع 60 شجرة وإنت كل ما ترسم شجرة معناها 10 إذا 60 تقسيم 10 بطلع عندي 6 شجرات أحسنتم 6 شجرات هاي أول شجرة هاي الشجرة الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة إذا من خلال لوحة الصور هاي بتطلع بحكي هو حاكي لي أنه كل شجرة تدل على 10 شجرات يعني أنا لما أطلع حون 10 و 10 20 الأحد 10 زائد 10 زائد 10 30 يوم الأثنين 10 زائد 10 زائد 10 زائد 10 زائد 10 زائد 10 أحسنتم 60 شجرة الآن نشوف الأسئلة اللي طرحها على هذا الجدول بحكي لنا أضعوا عنوانا لللوحة إش كان موضوع اللوحة عن شو بتحكي يا ثالث بتحكي لنا عن عدد الأشجار التي غرسها المزارع إذا نكتب عدد الأشجار المزروعة عدد الأشجار المغروسة أو المزروعة طيب ما عدد الأشجار التي غرسها في كل يوم نجي نرجع للجدول كمان يا ثالث حكينا باليوم الأول 20 باليوم الثاني 30 الأحد يوم الاثنين 60 إذن على الترتيب يوم السبت 20 زائد يوم الأحد 30 زائد يوم الاثنين 60 إذن كم مجموع أو عدد الأشجار اللي غرسها في كل يوم كلهم كم مجموحهم 20 زائد 30 50 زائد 60 يساوي 110 شجرات غرسهم كل يوم الآن أي الأيام غرس المزارع فيها أكثر عدد من الأشجار دائما يا ثالث ارجع للجدول المكتوب ما عندك أي يوم كان أكثر هو يوم الاثنين لأنه رسمنا ست شجرات إذن الاثنين هو أكثر يوم طيب كم يزيد عدد غرس يوم الاثنين عن عدد غرس يوم الأحد يوم الاثنين قداش أكثر يا ثالث حكيت لكم كم يزيد أو كم ينقص دائما يعني طريح يعني 60 ناقص 30 كم يساوي يا ثالث إذا كان عندي يوم الاثنين ستين شجرة ناقص 30 شجرة كم يزيد الستين عن الثلاثين أحسنتم ثلاثين شجرة إذن يوم الاثنين زرع ثلاثين شجرة أكثر من يوم الأحد طيب ما مجموع ما غرسه في الأيام الثلاثة أنا جمعتكم إياهم هون يوم السبت والأحد والاثنين جمعناهم فوق حكينا السبت عشرين الأحد ثلاثين الاثنين ستين بحكي عشرين زائد ثلاثين زائد ستين كم يساوي يا ثالث مية وعشر شجرات في أحلى من هيك أسئلة يا ثالث ما فيه نيجي للسؤال رقم أربعة يمثل الجدول الآتي عدد الألعاب التي باعها تاجر خلال أيام عيد الفطر شاهد يا أمي باليوم الأول الثاني الثالث اليوم الأول باع خمس وخمسين لعبة اليوم الثاني خمس وثلاثين اليوم الثالث عشرين لعبة أكمل اللوحة الآتية لأمثل البيانات بالصور ثم أجيبه عن الأسئلة التي تليها بحكينا بدك تكمل اللوحة هاي عشان تقدر تجاوب على الأسئلة الآن كيف بدي أعرف يمثل يمثل أعمل الصور ما أنا ما بعرف كل صورة يعني كم لعبة طيب يمثل ليش فيه مفتاح لللوحة هاي وتحت كل لعبة تدل على خمسة ألعاب طيب يمثل إذا كان اليوم الأول خمس وخمسين لعبة يا أبطال الخمس وخمسين كم خمسة فيهم؟ بدأ قسمهم على خمسة مين بذكر جدول الهدعش؟ أحسنتم هدعش لأنه هدعش ضرب خمسة خمس وخمسين صح؟ هاي اللي بتذكر معي جدول الهدعش إذن أنا رح أرسم هدعشر صورة للعبة طيب يمثل أنا مش عارف مش عارف إنه كم خمسة بالخمس وخمسين عادي يمثل بلش أرسم تتخلص للخمس وخمسين بدون ما تقسم يعني هاي رسمنا اللعبة الأولى هاي معناها خمسة طيب هاي اللعبة الثانية هاي كمان خمسة كم صاروا؟ عشرة بضل أرسم لما أصلى عند الخمس وخمسين لأنه بحكي لي كل صورة لعبة معناها خمسة هاي كمان خمسة إذن عشرة عشرين كمل هاي خمسة هاي كمان خمسة هاي كمان خمسة ثالث نعند كم خمسة صار عنا؟ خمسة عشرة خمسة عشرين خمس وعشرين ثلاثين خمس وثلاثين أربعين خمس واربعين بعد عندنا بنا خمسين خمس وخمسين يعني كمان صورتين شفتوا يا ثالث ما في أسحل من هيك يا مس إذن باليوم الأول رسمنا كم صورة لعبة؟ رسمنا هدعشر لعبة يعني خمس وخمسين لعبة باع باليوم الأول طيب باليوم الثانية ثالث أنا شايف خمس وثلاثين طيب يا مس كيف بدي أمثل؟ إذا حكيت لك يا مس إنه كل صورة معناها خمسة الخمس وثلاثين كم خمسة فيها؟ يعني إيش اللي بضربه؟ خمسة بعطيني خمس وثلاثين أحسنتم سبعة يعني بدي أرسم سبع صور طيب نعد مع المس واحد أنت رح ترسم أحلى مني طبعا يا ثالث ثنين ثلاث أربعة وخمسة هسا بس أكمل رح أرجع أعد الخمسات أتأكد حلي صح ولا لا هاي ستة هاي سبعة طيب نعد خمسة عشرة يعني خمس وخمسة عشرة وخمسة خمسطعش وخمسة عشرين خمس وعشرين ثلاثين خمس وثلاثين إذن هيك صار عندي باليوم الثاني خمس وثلاثين لعبة نيجي لليوم الثالث عشرين العشرين كم خمسة فيها يا ثالث أنا عارف إنه كل الصف عرف ما سمعت بصوت عالي فيها أربع خمسات طيب يا ميس يلا نعد مع بعض خمسة وخمسة عشرة وخمسة هاي خمسطعش وخمسة هاي عشرين يا ثالث إذن خمس وخمسة عشرة وخمسة خمسطعش وخمسة عشرة نيجي الآن للأسئلة اللي طرحوها علينا أضعوا عنوانا لللوحة عنوان لللوحة يا ثالث حكولنا عن عدد الألعاب اللي باحها التاجر إذن بحكي عدد الألعاب المباعة في العيد هاي عدد الألعاب اللي باحها التاجر في العيد طيب ما عدد الألعاب اللي باحها في كل يوم في كل يوم بحكي خمسة وخمسين وخمسة وثلاثين وعشرين على التوالي خمسة وخمسين باليوم الأول زائد خمسة وثلاثين باليوم الثاني زائد عشرين باليوم الثالث طيب أي الأيام باع التاجر فيها أقل عدد من الألعاب برجح هون على الصور مين أقل عدد من الصور يا ثالث؟ هو اليوم الثالث باع فيه بس عشرين لعبة إذن بكتب اليوم الثالث دال كم ينقصوا عدد ألعاب اليوم الثالث عن عدد ألعاب اليوم الأول كم ينقص عدد ألعاب اليوم الثالث عن اليوم الأول حكينا اليوم الأول 55 لعبة ناقص حكينا دايما ينقص أو يزيد معناها هاي طارح على طول بنقص ناقص اليوم الثالث 20 55 ناقص 20 بنقص الأحد من الأحد بحكي 5 ناقص 0 5 و 5 ناقص 2 3 إذن كم ينقص عدد ألعاب في اليوم الثالث بنقص 35 لعبة يا ثالث ما مجموعة ما بعه في اليومين الأول والثاني اليوم الأول حكينا 55 والثاني 35 بحكي 55 زائد 35 يلا نجمع نتذكر الجمع مع المس 5 زائد 5 كم يساوي 10 صفر وباليد 1 1 و 5 6 و 3 9 إذن مجموعه 90 لعبة هيك يا ثالث بنكون أنهينا المراجعة التابعة لوحدة تمثيل البيانات الآن يا أمي لازم تحل الأسئلة اللي حليناها يا ريت تعتمد على نفسك وإن شاء الله الحصة الجاي رح نكمل عدوسية يا ثالث يعطيكم ألف عافية ترجمة نانسي قنقر